هاي يا بنات ازايكم يارب كلكم تكونوا بألف خير النهاردة يا بنات في الفيديو بتاعنا هكلمك عن منتجات خلصتها هقولكوا رأيي فيها وإذا كنت هرجع أشتريها تاني ولا لا فلو مهتمين كملوا الفيديو للآخر أول منتجات يا بنات هكلمك عنها وهي أنواع الغسول دي للبشرة كنت بستخدمهم في الفترة الأخيرة وخلصتهم فهكلمك عنهم أول غسول وهو غسول كلينا عند كتير الرغوي دي مش أول مرة استخدمه استخدمته كتير جدا قبل كده النتيجة بتاعته حلوة قوي هو عبارة عن فوم مش جل أو كريم بنضف البشرة كويس قوي من غير ما ينشفها وده شكله من قريب مكتوب عليه ان هو مش بيسبب أي جفاف للبشرة وحجمه 150 ميلي فأنا كنت باستخدمه وخلصته ونتجة بتاعته حلوة جدا جدا أنا بالنسبة لي شايفا هو مناسب لجميع أنواع البشرة أنا بشريتي دهنية وكان بينضفها كويس قوي ومش بيسبب أي جفاف لو أنت بشرتك جافة أو مختلطة أو دهنية بالنسبة لي هيبقى حلوة قوي معاكي سعره تقريبا من 60 ل 70 جنيه مش هيزيد عن كده فهو حلوة قوي ونتجة بتاعته جميلة خصوصا كمان أن احنا دخلين على فصل الشتاء وجميع أنواع البشرة بتبقى ميلة شوية للجفاف فبالنسبة لي أنواع الغسول الرغوية بتبقى مناسبة جدا للفترة دي تاني نوع وهو طبعا ده نكلمتوك عنه كتير قوي النتيجة بتاعته حلوة جدا جدا معايا مش باستغد عنه هو القهوم بتاعه كريمي وبيعمل فهم حلوة قوي للبشرة وبينضفها كويس ومع الاستخدام بتلاحظ فعلا أنه فتح البشرة شوية في ناس كتير جدا جربته قالت إن النتيجة بتاعته معها ما كانتش كويسة نشف بشرتها بس أنا بشريتي دهنية وهو كانت النتيجة بتاعته حلوة جدا جدا معايا فالتنين دول خلصوا من عندي وهرجع أكرارهم تاني من المنتجات برضو اللي خلصت من عندي الشامبو والكونديشنار دول من كنت كلمتوك عنهم بالتفصيل وعملتلكو عنهم ريفيو مفصل هسيبلكو لينك الفيديو في الديسكريبشن بوكس علشان لو حابين تشوفوه فهكلمكو عنهم سريعا المنتجات دي بنات مفهاش سلفات أو سيليكون أو باربن اللي اللي معايا ده اللي هو اللي اللي بالأرجان الشامبو بتاعهم النتيجة بتاعته كانت وحشة جدا معايا كان بينشف لشعري فمحبتهوش هو كان بينضف الشعر كويس زي أي شامبو بس بينشف الشعر اما بالنسبة للكونديشنر النتيجة بتاعته كانت جميلة جدا بيرطب الشعر حلوة قوي بيعالج الهاشان بخلي شعرك ناعم وطري فالنتيجة بتاعته كانت حلوة معايا بس مش هرجع اكررهم تاني لان سعرهم غالي جدا تلتمية وعشرين اه وزي مقلت لكم الشامبو مع جبنيش الكونديشنر فيه انواع تانية كتير بتعمل نفس النتيجة واقل في السعر فمش هرجع اكررهم تاني بعد كده يا بنات هكلمكو عن كريمات الترطيب دي اه اول كريم هو من ده شكله من قريب مكتوب عليه وحجمه متين وخمسين ميل عايز اقول لكم ان انا يعني تقريبا مخلصة خالص النتيجة بتاعته كانت معايا حلوة جدا 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 عايز اقول لكم ان ريحته اصلا حلوة اوي وبتفضل سابته شوية الترطيب بتاعه كمان حلوة اوي فعجبني وخلص من عندي وهرجع اكرره تاني على طول آآ تاني كريم هو الكريم بتاع نيبيا صوفت ده شكله اللي هو آآ بالنعناع البارد الكريم ده يا بنات النتيجة بتاعته حلوة اوي في ترطيب بشرة الجسم او الايدين لكن ما تستخدموش ابدا على بشرة الواجه لانه هيطلع لك حبوب والنتيجة بتاعته مش هتكون حلوة خالص فانا كنت باستخدمه في ترطيب الجسم كان الترطيب بتاعه كويس بس ما تشتروش اللي هو اللون واخدر اللي بالنعناع لان ريحته وحشة اوي 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 هزا اقول لكم اصلا ان ريحته لامون مش نعناع وريحة بتاعته لامون قوية اوي فبصراحة ما حبتوش وهو خلاص من عندي ومش هرجع اكرره تاني آآ لو حبين ان انتو تستخدموه زي ما قلتلكو في ترطيب بشرة الجسم او الايدين اشتروا اللي لونه او اصفر مثال ان الرواح بتاعته مقبولة شوية عن اللي لونه اخدر من المنتجات برضو اللي خلصتها يا بنات سيروم الهيلورونيك اسد ده من اليزافيكا آآ كنت ظهرت معي بعد ما استخدمته بحوالي عشر ايام او اسبوعين النتيجة بتاعته مش اللي هي اللي هتغير بشرتك تماما لأ انت بتحسي يعني ان بشرتك شكلها تحسن شوية مش احسن حاجة آآ فهو خلص من عندي ومش هرجع اكرره تاني بس مش علشان هو النتيجة بتاعته وحشة لأ علشان حبة ان انا اجرب انواع تانية مختلفة آآ او ممكن كمان احب ان انا استخدم سيروم فيتامين سي الفترة الجاية ممكن مستخدمش هيلورونيك اسد فلازم تشوفوا الفيديو بتاعه لو حابين تعرفوا معلومات اكتر عنه لان انا اتكلمت بالتفصيل عن كل حاجة فيه فده كان رأي فيه بعد كده يا بنات هكلمك عن سكراب ستاركي اللي بالعسل والحليب ده شكله من قريب نهاية تقريبا آآ خلصته فاضل فيه شوية صغيرين جداً عايز اقولكو ان سكرابات ستاركي كويسة قوي آآ لبشرة الجسم لو نعمل بيها تأشير لبشرة الجسم النتيجة بتاعتها بتكون كويسة آآ بتعمل تأشير بسيط مش تأشير قوي لان الحبيبات بتاعته مش خشنة قوي هو اصلاً كريمي اكتر فالنتيجة بتاعته بتبقى كويسة قوي كمان بيرطب البشرة حلوة قوي آآ لكن هو مش مناسب لبشرة الواجهة منصحكوش ان انتو تستخدموه لبشرة الواجهة لان الحبيبات بتاعته حجمها كبير آآ ده هي يأذي بشرتك لكن هو مناسب لبشرة الجسم هو خلص من عندي وهارجع اقراره تاني بس احبا ان انا اجرب نوع مختلف برضو منستاركي ممكن اجرب اللي بالفحم آآ سعرهم رخيص جداً تقريباً من عشرة لخمستاشر جنيه فهو خلص من عندي وهارجع اقراره تاني من المنتجات برضو يا بنات اللي خلصت من عندي مرطب الشفايف ده من لونة ده شكلها من قريب اللي هي بالورد عايز اقول لكم انها حلوة جداً جداً والنتيجة بتاعتها معايا كانت جميلة جداً بترطب الشفايف وبتديها لون حلو قوي يعني انا كمان النتيجة بتاعتها في الترطيب بصراحة عجبتني قوي بترطب الشفايف كويس جداً آآ وبتديها لون طبيعي كده فحبتها قوي وسعرها رخيص قوي يعني تقريباً سعرها كان عشرة جنيه بالكتير يعني مش هتلاقيه اكتر من كده هتلاقيه متوفرة في اي صيدلية في منها آآ انواع كتير قوي والوان كتير فانا جربت اللي بالورد وكانت النتيجة بتاعتها بصراحة كانت معايا جميلة قوي وهارجع اقرارها تاني بعد كده هيكلامكم عن مية الورد دي من افريكا انا خلصت من عندي سعرها تقريباً كان في حدود اربعين او خمسة وربعين وحجمها ميتين وخمسين ميلي آآ مش هارجع اقرارها تاني مش علشان هي وحشة هي حلوة جداً على فكرة بس انا قبل ما استخدمها كنت باستخدم نوع هسيب لكم آآ صورها كان سعرها عشرين جنيه وملاحظتش اختلاف بين الاتنين آآ التاني حسيت برضو ان حجمها اكبر شوية وسعرها ارخص آآ نتيجتهم واحدة فأنا حابة ارجع للنوع الاولان اللي كنت باستخدمه وبكده يا بنات يكون الفيديو بتاعنا خلص يا ربي يكون عجبكم ما تنسوش تعملوا لايكوا وشيروا واشتركوا في قناتي علشان يوصولوكم كل الفيديوهاتي الجديدة ونشوفكم على خير في فيديو جديد